راقب العالم كل تطور يخص إصابة رئيس الأمريكي دونالد ترامب بكورونا هارع العالم لمعرفة تفاصيل العلاج الذي تلقاه إنه علاج من مختبى ليت جينيرون تلقى الرئيس جرعة واحدة منه العلاج عبارة عن مزيج من الأجسام المضادة تحديدا من اثنين من الأجسام المضادة وهي عبارة عن بروتينات مقاومة للعدوى تقوم بالتساق بجزء من الفيروس الذي يشبه الشوكة والذي يستخدم لغزل خلايا البشرية حسب صحيفة الشرق الأوسط الدواء لا يزال تجريبيا حاليا تجرى التجارب السريرية عليه لكن الرئيس حسم الأمر هذا الدواء هو الأمل سيكون مجانيا خاصة لكبار السن لكن كيف سطع الرئيس الحصول على العلاج التجريبي هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قدمت طلب استخدام ما يسمى بالاستخدام التعاطفي من الشركة لإستخدام هذا الدواء التجريبي على أشخاص خارج حقل التجارب ممارسة رائجة جدا في أمريكا ترجمة نانسي قنقر